معنا من صنعاء عبد الجندي نائب وزير الاعلام اليمنية اهلا وسهلا فيك سيد الجندي في اخر ساعة ما رأيك بتصريحة جوبي هناك امكانية لبحث وكذلك لتجميد فيما بعد ارصدت الرئيس اليمني ايضا لنقل ملف الجرائم التي ارتكبت كما سماها الى المحكمة الجنائية الدولية اولا هذا شيء يدعو لان فرنسا كانت واحدة من الدول الدائمة العبوية شيء يدعو الى ماذا؟ ما عليش انقطع شوي الاتصال شيء يدعو الى ماذا؟ يدعو الى الاسف ولا يساعد على التوصل الى الحل الذي هو على الابواب لان قرار مجلس الامن الدولي واضح وفخامة الرئيس الامن الدولي ملتزم بهذا القرار والنائد رئيس الامن الدولي عاد اليوم ونأمن فعلا بان يكون هناك ضغط على حزاب المعارضة التي نزلت تجموك دول الخليل من دولة الى اخرى وتبحث عن حلول خارق قرار مجلس الامن الدولي توصل كلمان فعلاني حاصل على جائزة نوبي للسلام لكن ليس كل ما تقوله فعلا يمثل الحقيقة هي فعلا تنتمي الى المعتصمين والمتظاهرين والدولة تبدأ كل مصدر الجمعات ما يتاولى المتظاهرين والمعتصمين بشكل سلمي انا سألتك عما قاله جوبي انا سألتك عما قاله جوبي فيما يتعلق بالجرائم التي قال كما وصفها التي قال انه يمكن نقل ملفها الى المحكمة الجنائية نحن ملتزمين بقرار مجلس الامن الدولي وفرنسا كانت واحدة من الدول التي اتخذت هذا القرار ما التزمتم بالمبادرة قبل ماذا حصل التزمتم بالمبادرة الخليجية من قبل ولم يحصل شيء والتزمتم بقرار مجلس الامن ولم يحصل شيء مبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية التي قرأ جمال بن همر مع الحزاب والتنظيمات السياسية وبالتالي جمال بن همر لم يصل حتى الان الى اليمن وهذا نوع من السباق الذي لا مبرر له على الاطلاق بالتالي هذا يؤدي الى تقطير ولا نقعد على التوصل الى حل الذي فعلا يعني بات قابقة وسيمها وادنى انا فعلا استغرب من ان يقول وزير خارجية الدولة دائمة العضوية شريكة في قرار مجلس الامن الدولي كلام يتنافى مع قرار مجلس الامن الدولي نحن سننتزد قرار مجلس الامن الدولي وبالتالي مثل هذه التصريحات لا اعتقد انها ضرورة قلت ان الحل على الابواب قلت قبل قليل ان الحل على الابواب اي ابوها ومتى سيجتمع الجميع على مائدة الحوار ويتم التوقيع على المبادرة الخاصة ومن ثم شروع مباشرة في تصبيقها ووضع موضع التصبيق لا بس بدنا نفهم شو الجديد لان هذا الكلام كل مرة تقوله لنا الان ما الجديد هذا الكلام نقوله نحن دائما لكن انتم لان العصبية موجودة عندكم ما انتم مستعدين تسمعوا نائب رئيس الكمورية هذا اليوم وجمال بن عمر مندوب مجلس الامن الدولي الامم المتحدة لم يصل بعد لماذا هذا الاشتباق للامور انتم في القاعدة يعني في العربية لانتعملوا نفس الكلام الذي تقوبه الجزيرة ومع ذلك لحل لا امنا ما تقولون المؤمننا واثقين باننا سوف نوقع على هذه المبادرة وعليتها التنفيذية نحن يهمنا على الاقل ما تقولونه سيد الجندي لذلك نسألكم دائما ما الذي يحصل ولم تجبني على سؤالي حتى الان لم تجبني على سؤالي اسألني لشيطانك للجواب سألتك سألتك اجبني سنوقع على المبادرة الخليجية وآلتها التنفيذية تبقى لقرار مجلس الامن الدولي لكنك انت السباق تقال لا ما وقعتمش جمال بن عمر الذي هو صاحب الآلية نحن حتى الآن ونصف اليمن عندي ما يصل يعني ساعتها إذا عاد ورفع تقلير وبالتأكيد سأدين الطرف الذي يرفض ذعلا التوقيع على المبادرة وآليتها التنفيذية طيب فقط نقطة أخيرة سيد الجندي أنت لم تنفي أنه عندما قال جو بي سنعمل على تجميد أرصدة الرئيس اليمن في أوروبا لم تنفي أن هناك أرصدة فعلا أولا أنا يعني لا أعلم لا بأرصدة في فرنسا ولا في غير فرنسا ولا يهمني هذا الكلام هذا كلام يعني يقوله وزير خارجية الدولة دائمة العبوية هي مسؤولة عن يعني لها مسؤولية في قرار مجلس الأمن الدولي وشيء مؤسس في أنه فعلا يتحدث بإسم كل دول الأوروبية والدول الأوروبية هي شريكة في قرار مجلس الأمن الدولي يعني القرار بيننا وبينهم بالتالي لأنه التحقيق لم تصل بعد وعندما تدين أي طرف سأعطى لكل مقام المقام ولكل حادث الحديث لكنه يعني بالتصريح مقاملة لزائرة حصلت على جائزة شاركت فيها مع بعض يعني هذا شيء لا أعتبره من باب الجدية وإنما هو من باب الجمقاملة لهذه الزائرة التي تتحرك بدعم وإمكانيات قصرية لتحقيق أعداف سياسية هذه ناشطة يمنية سيد جندي حصلت على جائزة موبل يجب أن تفخروا بها فيها ونحن باركنا لها حصولها على الجائزة وقلنا لها يجب أن تكون يعني داعية للسلام وليس داعية للحرب والحبس والإعتقال أنا أشكرك جزيلا سيد عبد الجندي نائب وزير الإعلام اليمنى على هذه المشاركة معنا من صنع